موسيقى فهو ليس مطلوب القضاء التونسي لأنه على ذمة قضية جارية لكن في حالة صراح وليس منفتش عنه ولا محكوما في تونس وبالتالي فإن الادعاء أن القبض عليه تم لفائدة القضاء التونسي هو مجرد غاباء قانوني وجه الإجراءات كما كنت تسمع اليوم سامير الوافي يوضح بعض المعطيات في قضية نبيل قروي أنه مطلوب للسلطات الجزائرية مهوش للسلطات التونسية خطر تتعلق به قضية وخلوه في حالة صراح لذلك القانون التونسي مهوش بشي وقفو على ذيك اللعبة تفهمة بالغالط وقالوا أنه تم إيقاف نبيل قروي ويداعوا في السجن وانتم الهناية تفهموا حدك وذيك كان تدوينة سامير الوافي وليحب رئيس الجمهوري قايص عيد ما ينساش عمل لها الفيديو وهكو نكون سنة إلى نهاية الموضوع